هي دي النقطة المحورية يا جميع اللي أنا كنت أتمنى أنه المهندس أحمد مجاهد واللجنة اللي بتدير الانتحاد ما تستناش لكروش ولا غير كروش ولا تستنى مصير الكابتن حسام البدر ولا جهازه في النهاية فيه لعب أخطأ بهذا الشكل ورصدته كل الكاميرات والكل شافه مش القضية أن الكابتن حسام مشي القضية أن الانضباط لازم أن يفضل موجود وبرضو مش علشان أعمل انضباط عشان أكسب عني ما كسبت ما لوش تأمن أنا المفترض أكون منضبط المفترض أمثل منتخب مصر في أحسن صورة أكسب أو ما أكسبش الأسباب الفنية يما ما تشد بناخده وما تشد بنفسارها لكن أبسك على المدير الفني حتى لو حاول يبرر قبل كده لأنه دلوقتي ظهرت الأسباب والظروف إيه الشكل؟ إيه الشكل؟ هو أعتقل لأن دي من الأسباب الكلام الفارغ ده كلام غير مقبول ومبررات غير منطقية لكن في النهاية هذا التجاوز اللي حصل ما كانش ينفع وشفنا شفنا كابتن حسن شحاتة لما حصلت التصادم الشهير مع كابتن أحمد حسان ميدو في كاس الأمم قد إيه كابتن حسن كان صارم جدا ومقبلش أي تراجع وربنا كافه خاد 2006 وخاد 2008 وخاد 2010 ده كاشف الماتش ده ذاته في نفس اللحظة اللي عمر ذاك ينزل فيه برضو مش بندور على مكافئة السلوك لا إحنا نتصرف صحة حتى لو هنخسر المباراة لأنه الصحة صحة والغلط غلط أيا كان انتماء هذا اللعب المتجاوز وأيا كان نادي اللي بيمثله لو من الأهل لو من الزمالك لو من أي نادي خلينا نغم عنينا شوية فيما يتعلق بالسلوكيات والانضباط عشان ده منتخب مصر أعتقد ما ينفعش أبدا أهم من ده منتخب مصر وكيروش جاي لعارف مين حسام البدري ولا عارف مين صفح محمد ولا هو مسؤول عن حماية السلوك ده عشان فيه ولاد بتتفرق مستنية الأطفال دي كلها اللي بتتفرق هتعمل ايه مع مدربينها بعد كده هتجد اللي بيدفع عنا في الغلط ولا هتعرفوا حتى تستفيدوا من مصطفى محمد ده قدام عشان نحافظ عليه كلاعب عنده ممكانات كويسة ومشروع مهاجم كبير لازم تسلوكه لما يتجاوز يقوم هو ده يمكن الانفلات اللي حصل السنة دي ربما تفرمل شوية ربطة الأندية المحترفة اللي تم انتخابها من قبل الأندية الدور الممتازة عشان تدير مصابقة الدور الممتازة ترجمة نانسي قنقر